اشتركوا في القناة في غرس القيم واخلاق الاسلام في افراد المجتمع وهو الطريق الاسلام والاحكم في الحفاظ على تماسك وثبات المجتمع ونشر مبادئ الرحمة والحفاظ على القيم مع البناء والنهضة والتقدم في شتى المجالات لبناء المجتمع مضيفا ان القيم والاخلاق النبيلة هي الاساس لكل بناء وترتكز على ثلاثة محاور الاولى ان بناء المجتمعات واصلاحها لا يتحققان الا بالاعتناء بالقيم والاخلاق الدينية وجعلها مادة اساسية في بناء الاسرة وثانيا ان القيم الاسرية هي المحور والاساس لكل القيم وثالثا ان الاسر المؤثرة في صلاح وثبات المجتمعات هي الاسر المتكاتفة والمترابطة باعظم قيمتين المودة والرحمة ترجمة نانسي قنقر